أول شي خلونا نبدأ بتوم هيدلستون واللي يعتبر الأقل تعاسى في فيديو اليوم ورح تفهمه أكثر لأنه توم موجود في عالم مارفل السينمائي ولكن اللي أقصده أنه هو في البداية كان مفروض يكون مقدم دور شخصية ثور يب توم لوكي كان مفروض يكون هو ثور بس مش معناته أنه هيمسورت كان مفروض يكون لوكي لا موضوع مختلف ولكن توم تم ترشيحه في البداية وسوى تجربة آدة على أنه يقدم شخصية ثور ولكن ديزني قالوا له أسمع شوف أنت كويس والله ممثل مرة ممتاز بس ثور لا ما يصلح عليك ثور مرة ما هو مناسب لك ولكن ما رح نقول لك روح مع الباب مع السلامة تعال يا حبيبي عندنا لك دور بيكون أفضل وأرقى وأجمل ومناسب لك يعني مش وبالفعل أعطوه دور شخصية لوكي واللي قدمها على أكمل وجهه كانت جدا لا يقع عليه ولكن برضه عشان نكون واضحين في الصورة يا جماعة الأجر اللي تلقاه كريس هيمسورت عن تقديمه لشخصية ثور وصل إلى 15 مليون دولار أنا متأكد مش 100% بل مليون في المية إنه الراتب اللي يأخذ لوكي أقل بكثير كونه شخصية ما هي رئيسية 100% لأنه أول راتب للوكي في عالم مارفيل السينمائي كان فقط 160 ألف دولار بعد كده يا جماعة عندنا تشاد ويك بوزمن بالرغم من إن دوره كبلاك بانثر كان من أروع وأهم الأدوار في عالم مارفيل السينمائي إلا إنه قبل ما يتم كتابة بلاك بانثر وقبل ما يتم تعين طاقم الممثلين أصلاً الممثل هذا راح وقدم تجربة أداء لتقديم شخصية دراكس في عالم حراس المجرة ياب تخيلوا دراكس الضخم ودايف باتستا وفجأة يجي تشادويك ويقول أنا أبقى أقدم هذا الدور ممكن كان فيه تصور معين لشكله الشخصية مو شرط أنها تكون بذيت ضخامة ولكن بالفعل قدمت دور وكل شي كان تمام بعد فترة مارفيل رجعوا واعتذروا منه وقالولوا نعتذر منك شكلاً استعجلنا والله إن شاء الله إن شاء الله تصبط الأمور مستقبل ونسامعنا يعني بس ما حصل شي نصيب روح البيت وإن شاء الله بنتواصل معاك عرفتوا كيف ويب مارفيل صدق وما كذبوا يعني بعد فترة ولما تم بناء عالم بلاك بانثر نادو قالوا له اسمع خلي دراكس يسري شرائك بي وكاندا فوريفر ودك تصير ملك قال له محي لعبتي هات يا بوي وبالفعل وافق على دور بلاك بانثر ووصل أعلى أجر أخذوا هذا الممثل عن دور بلاك بانثر إلى عشرة مليون دولار بعد كده عندنا الممثل لبيس يمكن ما أحد راح يعرف شكله الحقيقي ويمكن بعضكم يقول مين هذا يوجيه شكله غريب لا مش غريب مين هذا ايش تالفته أحب أقول لكم يا جماعة أنه هذا مؤدي شخصية رونين 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 ذكرنا مين رونين ياب رونين اللي ظهر في كابتن مارفيل وظهر في غاردين اوف دا غالكسي الجزء الأول المهم يا جماعة قبل ما يكون معتمد لتأدية شخصية رونين كان مفروض يكون هو ستار لورد خيلوا أنه هذا الممثل كان مفروض يكون هو ستار لورد وما كان فقط مرشح ترى كان خلاص قريب بس باقي مرحلة توقيع العقل أعطون نص قرأوا وعرف القصة وعرف تفاصيل كثيرة عن غاردين اوف دا غالكسي الجزء الأول ولكن في اللحظة الأخيرة قالوا له اي ستوب عسفيني يا حبيب ايش في شيء أنا مره مبسوط لا تنكدوا علي والله يعني احنا نشوف انه في ممثل اسمه كريس برات راح يقدم الدور يعني بشكل أفضل ولكن عندنا لك دور واضح انه مارفيل ايش يحبوا يطبطبوا على الممثلين اللي يجوا عندهم يترفضوا شوف ما راح نعطيك ذات دور بس في دور ثاني مناسب ايش رايك حركات مارفيل شياطين ليش نقعد نجيب تجاربها خلاص عندنا واحد جاهز هنا كويس بس نشوف له دور ثاني أنسب فيب أعطوه بعد كده دور رونين وشخصية ستار لورد راحت إلى الممثل كريس برات ويب أحب أقول لكم انه كريس برات برضو أعلى راتب وصل له تقريبا حوالي 15 مليون دولار في عالم مارفيل السينمائي بعد كده يا جماعة عندنا سيرشا رونين البنت هذه يعني من كثر ما كانت مرة مرشحة لتأدية شخصية سكارلت ويتش كانوا رسمينها على السكتشات المبدئية للظهور للظهور الشخصية كانوا يرسموها هي خلاص هذه هي اللي راح تمثل أوكي معتمدة رسموها وظبطوها وكل شي كان تمام بس ما در إش اللي صار حرفيا ما في معلومة واضحة إش اللي صار فجأة البنت بوف سحبت نفسها قالوا إش اللي صار ما در إش اللي صار الإليزابيث في واحدة اسمها الإليزابيث وقتها إليزابيث ما كانت مشهورة تقريبا ما عندنا لعشر أفلام مشاركة فيها وكل أفلام عادية ومسلسلات رخيصة فأجابوها وقالوا لأسمعين في عندنا كذا وكذا وقتش بي أوكي فإليزابيث وافقت وأخذت دور واندا أو سكارلت ويتش بكل بساطة بغض النظر يعني إليزابيث اللي لمانا مقدمت دور على أكمل وجهه مرة فنانة بس برضو ترى يا جماعة سيرشا رونين ترى ممثلة مرة فنانة وأتوقع أنها كانت بتقدم دور مرة رهيب لسكارلت ويتش ولكن يبدو أن البنت انتقاية أكثر من اللازمة وأنها ما كانت مؤمنة جدا بعالم مارفل وبعدها ندمت حرفيا أي شخص يتجي فرصة العالم مارفل يرفضها أو يتم استبعاده بعدها يندم لأنه مارفل كمون بعد كده يا جماعة عندنا سباستيان ستان يا وجيه ترى هذا موجود موجود في عالم مارفل السنمائي وكلنا عارفين هو جند الشتاء حيلو هيا تعال أقول لك هالجيريا الأكبر تدرون أنه هذا الممثل كان مرشح أنه يكون هو كابتن أمريكا قبل ما يكون جند الشتاء وقبل ما يكون أصلا في كريس إيفنز راح لتجربة الأداء وسوى تجربة الأداء من ناحية الأداء كان كل شي تمام من ناحية تجديده للدور كان كل شي تمام بس كان مشكلتهم في حاجة واحدة أنه ما فيك الملامح اللي تخلينا نقول This is Captain America فاهمين Captain America يبغى يجيب واحد فعلا يمثل أمريكا يمثل العلقة الأمريكية الأبيض قالوا ليسمع والله أمورك طيبة وانت مر فنان وعندناك دور برضو جاهز أصبر بس لا تروح تلكم مارفل يزبطوه عندنا دور اسمه جند الشتاء وانتر سولجر راح يكون له مستقبل جدا رهيب وراح يكون برضو صديق لكابتن أمريكا وطبيعة الحال وافق واخذ الدور ولكن خلونا ما ننسى أنه راتب جند الشتاء أقل بكثير من كابتن أمريكا حيث أن الممثل كريس إيفنز وصل راتبه إلى حوالي 15 مليون دولار عن كل ظهور يظهروا في عالم مارفل بعد كده يا جماعة أميلي بلاند كان مفروض تكون هي بلاك ويدو تخيلوا أنها حرفيا حرفيا مارفل كده مسكوها وقالوا لها تعالي أنت بلاك ويدو ما نبغى غيرك خلاص الرقم اللي تطلبيه سمي بس قدمينا دور بلاك ويدو كانت موافقة ومبسوطة وكل شيء بس كان ينقصها شيء واحد إيش هو يا وجيه كان إيمانها جدا ضعيف في عالم مارفل السينمائي قالت والله يا جماعة أنا مرة مبسوطة صراعا أنكم قدمتوا لي هذه الفرصة ولكن للأمانة عندي فيلم ثاني أنا يعني أبقى أروح أسويه يا بنت حلال مارفل بلاك ويدو شخصية ضخمة شخصية بكرة بيصير لها قيمة في السوق اسمعي الكلام قالت لا والله يا جماعة عندي فيلم ذاني اسمه غوليفرز ترافل غوليفرز ترافل وفيلم ياليتو حلو فيلم رخيص راح تمثلت في ذاك الفيلم الرخيص تقيمه تقريبا أربع من عشرة وتركت تقديم شخصية بلاك ويدو ياب أحب أقولك أنها راحت عليكي وجات سكارلت جونسون وأقضت الدور على طبق من ذهب ووصل الأجر اللي تستلم بلاك ويدو إلى 25 مليون دولار وانت يا إيميلي بلونت روح هناك بعد كده يا جماعة عندنا جيسون مومو أو مثل ما عرفنا بكالد روغو في عالم صراع العروش أو مثل ما عرفنا في أكوامان في عالم دي سي المثلات يا جماعة قالوا له تعال نبغاك تقدم دور شخصية دراكس في عالم حراس المجرة يعني ما كانوا قاعدين يبغوا يجي يجرب تجربة الأداء لا تعال وقع انطلق خذ عقدك جاهز براتب كذا وكذا ولكن الشي الغريب أنه جيسون مومو رفض رفض تام يقول أنا ما عندي أي شيء شخصي مع مارفل ولا عندي أي مشكلة مع عالم حراس المجرة ولكن للأمانة أنا في سنة 2004 قدمت دور جدا يشبه شخصية دراكس في مسلسل اسمه ستارغيت أنا ما عرف المسلسل ولكن يب هذا المثل ظهر في مسلسل اسمه ستارغيت وكان يقدم شخصية أنه واحد فضائي إلى حد ما ويختلط مع البشر حاجة زي كذا وقال لو ما حس أنه الدور هذا يشبه دور شخصية أنا سبق وقدمتها وللأمانة أنا إذا بشارك في عمل أحب أني أضيف شيء لسيرة الذاتية فيب يعتذر منه وقال له مناسف يا جماعة راح اضطر أن يرفض الدور وراح الدور لاحقا إلى ديف باتيستا ولكن ربي عوضوا بعدين صح أنه ندم يمكن ندم لأنه والله دور دراكس شخصية رهيبة في عالم مارفل وإن كان ظهورها بسيط ولكنها في عالم غاردين оф the galaxy شخصية رئيسية تقريبا فيب لاحقا جيسون مومو تعوض بدور أهم بكثير وهو في عالم دي سي اللي هو أكوامان بعد كده يا جماعة عندنا جون كراسينكسي يب حتى هذا الممثل الرهيب وصاحب الكاريزمة المميزة راحت عليه فرصة رهيبة جدا داخل عالم مارفل وإلى الآن ما حد قادر يعرف إيش الأسباب لأنه في قصة تقول أنه كريس هيمسورد رمى كلمة للآدم هذا وخلاه يوسوس في هل هو لايق عليه الدور ولا لا وفي قصة ثانية تقول أنه فجأة كذا قرر ينسحب لأنه ما كان مرتاح للدور هذا الممثل يا جماعة كان مفروض يقدم دور كابتن أمريكا هذا الممثل من أول الأشخاص اللي جابوهم إلى تجارب الأداء بل من كثر ما كانوا جدا مرتاحين له خلوه يجرب بدلة كابتن أمريكا ويسوي فيها بعض المشاهد التجريبية كل شي كان تمام إلى أن دخل كريس هيمسورد كان موجود في تجربة الأداء لغرض ما ما يعرف إش هو فدخل وشاف هذا الممثل اللابس بدلت كابتن أمريكا قام قال له جون يقول حسيت أنه كلامه غريب مدري هو قاعد يمدح ولا قاعد يطقطق عليه ما نعرف صراحة بس أنه فجأة وبدون أسباب واضحة جون قرر أنه يترك دور كابتن أمريكا ويفقع ليش؟ ما أحد أعرف بس أنه أكيد أنه ندمان الحين كابتن أمريكا واحد من أجمل أدوار في عالم مارفل السينمائي راحت عليه مع الوضع خير إن شاء الله يقولون أنه بيرجع في فانتاستيك فورب بعد كده يا جماعة عندنا جيسيكا شستاين مارفل يا جماعة عرضوا عليها أنها تكون صديقة توني ستارك في الجزء الثالث من آيرون مان وركزوا أني قلت صديقته وليست حبيبته حبيبته غير خلوا حبيبته على غير في واحدة من صديقاته اللي ظهرت في الجزء الثالث واتوقع إنها ماتت في الجزء الثالث والله إني ناسي قدمت دور الشخصية ريبكا قالوا لها اسمعي نباكي تقدمي هذا الدور قالت لهم لا مش عايزة خذي فلوس قالت لا مش عايزة قالوا لها بكيفي مرت الأيام ومرت الأيام وجافرهم دكتور سترينج نادوا نفس المثل جيسيكا من جيتيت قالوا لها تعالي اسمعي عندنا لك دور مرة رهيب نباكي تقدمي دور حبيب الدكتور سترينج دكتورة لطيفة ضريفة قالوا لها مستقبل إن شاء الله في عالم مارفل السينمائي قالت لهم لا مش عايزة قوي منتها هنتشبك فلوس بنعطيكي عقود ورح ترضيكي إيش مشكلتك إيش فيه إيش إيش اللي مزع لك بالضرب قاتم شوفي يا مارفل اسمعي جزني ما بضيع وقتكم أنا بضيع وقتي إذا تبغوني أكون متواجد داخل عالم مارفل السينمائي اعطوني دور رئيسي لشخصية عندها قوة خالقة زبت أما شخصيات ثانوية حبيبة فلان وصديقة علان ما أبغى يلا سلام عليكم وضربة الباب بالفعل بعد كذا يا جماعة عندنا ماثيو مكانهي كان مفروض يقدم دور والد ستار لورد أو الكوكب الضخم ذاك اللي هو كان يروح يزرع بذوره فيه كواكب كل شي كان تمام من ناحية ماثيو مكانهي وكان مر مبسوط وموافق على العرض وما عنده أي إشكالية بل إنه كان معجب جدا بعالم غاردين وفذي غالكسي ولكنه في مرحلة ما صار أمام مفترق طرق إما يقدم هذا الدور في عالم غاردين وفذي غالكسي أو يروح يمثل في فيلم اسمه The Black Tower أو The Dark Tower عفوا وجلس يستخير أوكي أنا لو رحت في عالم مارفل ماهو دور مهم ويمكن أصلا خلاص تضيع علي أي فرصة بعد كذا في عالم مارفل The Dark Tower المخرج حبيب وأعرف وقد اشتغلت معه والنص عجبني أكثر ولا يا جماعة درون أسفيني مارفل أسفيني ديزني أنا بروح أمثل في The Dark Tower ربما ربما تجمعنا الآن في فرص ثانية أوكي ياه سلام ورح أمثل في فيلم The Dark Tower وللأمان الفيلم ماهو سيء مرة بس ما كان فرصة أفضل من غاردين وفذي غالكسي صراحة فيب اعتذر ماثيو عن الدور ولكن ما رح عليه شيء كثير يعني دور بسيط في النهاية بعد كذا يا جماعة عندنا أماندا سايفرد تخيلوا أنه هذه الممثلة صاحبة العيون الوسيعة وصاحبة الوجه الجميل في هوليوود تخيلوا أنه نعرض عليها دور غمورة في عالم غاردين وفذي غالكسي ورفضته تماما ما أقول لكم أنه لا أنا مش عايزة رفضته ورفض تمام وكان عندها سباب واضحة قالوا لها إيش سبابك يا بنت حال ليش ما تبغي تمثلي دور غمورة قالت أول حاجة ولا ما في أمي حال تقعدوا تصبغوني أخضر كل شوية قال أوكي يعني مشكلتك مع اللون الأخضر قالت ياب ما بغى حاجة يقعد يلوني لون أخضر قال أوكي ما عليش مضطرين لونك أخضر لو وافقتي فما في أي حال ثاني أيوة ويش السبب الثاني قلت غير كذا غاردين وفذي غالكسي أنا حس أنه فيلم بيكون خربوطة ما أظن أنه بيكون حاجة حلوة أصلا كل عالم مارفل أتوقع أنه بيوصل مرحلة كذا ويموت قالت كذا أماندا أحي يا أماندا راحت عليك يا أماندا راحت عليك راح عليك واحد من أهم الأدوار ومن أعلى الرواتب وفي أفضل عالم قال لك خربوطة والله الخربوطة وجيك ألقومي ألقومي بالتحديد وبالاختيار قالوا له يا توم كروز تراني بغاك تقدم دور شخصية آيرون مان هذه الشخصية وهذه قصتها وهذا السيناريو وهذه كل التفاصيل تبعها بل إنه كان معروض عليه راتب مرة كبير قال لهم توم كروز شوفوا يا جماعة أنا ما عندي مشكلة ولكن واحد قرأت السيناريو ما عجبني كثير اثنين أنا مرة مشغول وماني فاضي ذهنية وأحتاج أكون في حالة ذهنية أكثر استقرار علشان اتخذ قرار زي كذا فلو تحبوا تصبروا عليها بيكون حاجة كويس مارفل قالوا لا ما في وقت يا إما الحين ولا فلا فقال لهم أوكي الله يستر عليكم وكمان حاجة ثالثة يا جماعة آيرون مان أصلا بتكون حاجة خربوطة راح تفشل فشل دريع الله يستر عليكم مصلا أنا ما أنا مرتاح أنا استخرت ما أنا مرتاح يالله مع السلام وللأسف توم كروز بعدها اكتشف إنه الخربوطة اللي قاعد يقول عنها والسيناريو الضعيف هذا أودى بصاحبه من راتب 500 ألف دولار وإلى 75 مليون دولار بالإضافة إلى نسبة من أرباح شباك التذاكر وجميع مبيعات عالم مارفل السينمائي أو الأفلام اللي يكون فيها آيرون مان روبرت داوني جونيور يا جماعة شخصية آيرون مان هذه أضافت لثروته أكثر من 300 مليون دولار أمريك يب هذه الشخصية الخربوطة اللي كان رافضة توم كروز أضافت هذا الرقم والشعبية الكبيرة لروبرت داوني جونيور غير كذا حاليا يشاع يشاع أنه توم كروز راح يرجع إلى عالم مارفل السينمائي بشخصية توني ستارك ولكن كنسخة من عالم موازي لتوني ستارك تجي في دكتور سترينج القادم اللي في العوالم الموازية مش أكيد ولكن هذا الشائع ومشاع برضو أنه في شخصيات كثيرة راح تصدم أم الجمهور بظهورها في فيلم دكتور سترينج القادم إلى هنا يا جماعة نكون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة لو ما كنتم مشتركين متفقية جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول والأهم من هذا كله إذا أعجبكم الفيديو أضغطوا على زر اللايك لأنه مرة مهمة بساعدني كثير كم معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم